خلال حروب طويلة كما جرى خلال غزو عام 2003 وما تلاه من عمليات عسكرية استخدمت كميات كبيرة من اليورانيوم المنظب في العراق وهو ما كان له بصمة واضحة في دماء العراقيين لم تختفي ولا تزال تسبب إصابات بمرض السرطان وفق دراسة جديدة نشرت بدورية رايتشين فيزيكس عند كيمستري وباستخدام جهاز كشف أثر نووي وجد الباحثون أن تركيزات اليورانيوم في مرضى لوكيميا خاصة في المناطق المتضررة بشدة من العمليات العسكرية كانت أكثر بنحو ثلاثة أضعاف من حد الأمان المقبول دوليا وعز الباحثون هذا الارتفاع في مستويات اليورانيوم في الدم إلى التلوث البيئي الناتج عن استخدام اليورانيوم المنظب في المعارك وتتفق هذه النتائج مع التقارير السابقة الصادرة عن مجلس السرطان العراقي الذي وثق زيادة حادة في حالات السرطان وحسب أحدث التقارير يشهد العراق زيادة في أعداد مرضى السرطان حيث يتلقى أكثر من ثلاثين ألف مريض بالسرطان العلاج حاليا وكثير منهم يقيمون في مناطق معرضة لتلوث اليورانيوم المنظب ومن جانبه يقول المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي إن نتائج هذه الدراسة تضيف دليلا علميا جديدا على الجرائم الأمريكية في العراق والتي لمسها بنفسه خلال زيارة ميدانية تعقب خلالها استخدام اليورانيوم المنظب بكثافة مضيفا أن إرث الحرب لا يزال يطارد سكان العراق ويترك بصمته في صحتهم وهذه الدراسة بمنزلة جرس إنذار لبذل مزيد من الجهود المحلية والدولية لمعالجة التأثير البيئي والصحي العام ليرانيوم المنظب حقائق ترفض أمريكا الاعتراف بها فضلا عن بيانات وزارات الصحة والبيئة التي تحاولان التضليل بالقول إن نسب الإصابة بالسرطان في العراق ضمن الحد المعقول دوليا ترجمة نانسي قنقر